السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلين يوم شاء الله نشترك معكم غاتان لكي حمقوا علي لوليدات ببتاطا والكفتا كنزيدو فيه واحد شوية دي الخضراء ما كيحسوش به لوليدات بالمرة رفع الخضراء نتمنى ان شاء الله تشربوه وتردو علي الخبار كيف العادة وتفضلوا معيه باش تفوت تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله هنا ياخدينا شوية ديال زيت الزيتون واربعات ديالبروات او الكورات باللغة العربية دايما كنحط المقلاة باردة وعد كنحطها كالبصل ولا شي حاجة اللي بويتنشحرها عاد كنزيد زيت الزيتون باش ما تتحرقش ليا زيت الزيتون هنا غدر ناخد هنا لسيبولات اللي تقدروا تعودوها بالقصبر او المعدنوس اللي ما عندكم مش مش مشكل وهنا يا عندي القرعة القرعة الحمرة خديت واحد القطعة وقطعتها هكدا عشوائيا لانا غدا الدوب من غدا من غدا الطيب صافي كنخلي وذك البورو يطلق المضاق ديالو وغادي نشحروا ديك القرعة مع البورو غير كي دبلينا شوية دك البورو كنزيدو لي هاد القرعة هاد الوصفة هدي كتتحضر بسرعة ما كتاخدش بزاف ديال الوقت كيف ما ماعدت وعدتكم غنبقى ان شاء الله نحط ليكم مرة مرة وصفات هكدا يومية سهلة كتتحضر بسرعة ما كتاخدش بزاف ديال الوقت صافي غدا نخلي هاد المكونات تشحر مبعد غنزيدليهم المليحة باش نبنو هديك القريعة والبسلة البورو اللي ما عندكمش البورو عوضوه بالبصل مش مشكل بالبصل عادي صافي وغدا نزيد شوية ديال الهنا الفلفل الابيض ممكن نزيدو حتى الفلفل الاسود مش مشكل الفلفل الابيض كيتوتا مزيان مع البورو والبطاطا وكذلك كي بننلي ناحية ديك القرعة القرعة الحمراء اطلق الحلاوة هاد 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 ثلاثة هاد القرعة والبورو والبطاطا هادو بثلاثة كي توتوا مع بعضهم كي جوزوينين بزاف في الماضاق هاد الوصفة هاد مبتكرة يعني مخديتا من حتى شبلاسة تمنى ان شاء الله تشربوها سافي هنيا هاد البطاطا هادي سلقتها مني كنت كان شحر في نفس الوقت صدرت كان شحر في ذيك الخاليط في نفس الوقت درت البطاطا تسلق ليا يعني دغياء تسلقات سافي غدر ناخد معظم الكمي يعني غدر ناخد بزاف ديك الحشوة هاد البطاطا والبورو والقرعة وغنخلي غيشي شوية باش غدر ان نستعملو كحشوة غنزيد نبنن به واحد شوية دي الكفتة هاد الوصفة هدي ممكن نستغنو على الكفتة تماما يعني فذوك غدرنا ان شاء الله هاد القغطا غدر نشكلو بحال حفر ذوك الحفر قدرنا نعمرهم بغيب البيض يعني مش ضروري الكفتة سافي هنا غنزيد واحد لقطيرة دي الحامض على قبل أنا مكعجبني في القغطا شريحة البيض ديما في القغطا نزيد واحد القطيرة دي الحامض إلا لنسيت ما غالبا نحاول هناك كيف شفتور اني زدت شوية دي السيبولاس وزدت شوية دي الفلفل الأبيض كيف قدت لكم تقدروا تعودوه بالأسود ما شي مشكل سافي غدر نخلط هاد شي مزيان بعد غنزيد غيب بيضة بيضة وحدة ربطو تزيدو أكثر ممكن نزيدو أكثر من بيضة بالنسبة لكم مياز البطاطا أنا استعمل تقريبا كيلو سافي غنخلي البطاطا على جنب وهنا غدا نجي باش نوجد الحشوة هنا عندي تقريبا 150 جرام دي الكفتة شفتوا مشي بزيف غشي شوية شحرتو على جنب باش كنا ربح الوقت يعني كان شحر كل حاجة بوحدها بسرعة يعني باش كمزة ما نتعطلش بزيف هنا زيت الملحة الفلفلة حلوة وشوية دي الزنجبيل معلقة صغيرة معلقة صغيرة من كل حاجة والملحة كتبق على حسب الضوغ هنا غنزيد واحد درشي شا دي الفلفلة حارة وغنزيد ذيك ستيبولات اللي بقعت هذه الحشوة هدي كجلدي إذا تقدروا تعمروا بها حتى كنظر بأن فيت تشارك تماعكم قدروا تعمروا بها حتى المسمن تعمروا بها شحل من حاجة طفي هنا البيض غضر نستعمل خمسة دي البيضات وغنزيد قطيرة دي الحامض إذا بغتوا تزيدوا الكامون ممكن بغيش ندرو في أي حاجة أنك غطين شوي على الماضاق باش كنحس بذيك لسيبولات وكنحس بذيك القرعة يعني لقدرتوا الكامون غت ضغطي لكم شوي على الماضاق ومهاد القغاط بهاد المكونات وبهاد طريقة كونوا أكيدين بأن أوليداتكم غاد يعجبهم أنا كندهن المول يغيب شوية زيت الزيتون وفي هاد الأثناء هذي راني شاعلت الفران يكون ساخن يعني الدرجة الحرارة ديال الفر تكون 220 120 120 120 هي هذي هذي درجة الحرارة اللي كي طيب فيها لقغاط سفي وقدر ناخد ديك البطاطا الخليط ديال البطاطا وقدر نزله هني هذي المول كيف ما كنت شاركت معكم واحد لمرة تستعملوه كقاعدة يعني بحل شكل بيزا أو كيش كتستعملوه كقاعدة وتاخدو ديك الكفتة كتديروها في الوسط أو ممكن هذي الوصفة هذي كتجي حتف يعني كل واحد كيجيو يعني تقدرو تستعملوها في الكيسات ديال الكوبكيك يجيو فرضيين كيجيو زوينين كذلك ولا أنا كعطيكم قطير راحاز باش كل واحد يختار اللي يبغى ولا تاخدو يعني تشكلو بحل شكل كويرات وكتغ تعمرهم بدك بالكفتة صافي هنا أنا ما عندي ش الجبن ممكن تزيدو الجبن هذي الوصفة هذي كيجي معها الجبن أنا هنا عندي شوية زنجلان بغيت ديك الطبقة تكون مقرمشة يعني ممكن تزيدو الجبن وفوق من الجبن ترشو هذي شوية ديال البودرة ديال اللوز ورشي تحت زنجلان كتجي واحد طبقة مقرمشة إلا بغيتو ممكن تستعملو حتى الخبز المحمص ماشي مو مشكل أو أو حتى كوكو بودرة ديال كوكو ميكون محمص يعني حتى هو كيجي كيجي زوين كيعتنا واحد طبقة مقرمشة ولا تخلي وغي هكتاك ساف هنا هو طاب لنا ل القراتان غدا نزينو هنا بشوية ديال لسيبولت ساف هنا يرى ولدي جاه قل يقطع لي يطريف هي هدي كنا نقطع لي قبل ما نبدأ ولاش العطي هيدو لانا كي تعجبو بزاف كي عجبو بزاف هاد لقراتا غنقطعو لكم من الداخل بش تشوفوا كيف هش كي يجي را بقي سخون را من الاحسن من اللي تخرجوه من الفران تخليه 11-10 دقيق قعد تقدموه باش كي ذيك البطاطات تشد فراسها وتيبرد واحد شوية يعني من الاحسن تخليه 11-10 دقيق ما تحطوش ذيك الساعة ساف ممكن تقدموه مع خضر شوية في الفران أو صلاطة خضرة تمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة تردوا علي الخبار كيف العداء وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة